أحسن الله إليكم يقول السائل لا أستطيع النوم مبكراً وحاولت مراراً ولكني لا أستطيع حتى بعد أن أصلي الفجر بمدة حوالي ساعة وأقوم بعد صلاة الظهر وربما العصر فهل علي إثم في ترك صلاة الظهر؟ هذه علماً بأني حاولت مراراً نوم مبكراً ولم أستطيع دلونا بارك الله فيكم ألا تراجع الأطبة ربما عندك مرض تراجع الأطبة لعل عندهم دواء يعطون فيها ويعود إليك النوم وما عندك مرض يمنعك من النوم وصلاة الظهر لا يجوز لك أنك تنام وتتركها تنام لكن توصي من يوقظه أو تجعل منبه ساعة منبهة عندك تنبه صلاة الظهر أو توصي واحد يوقظك لصلاة الظهر احرص على هذا نعم